يقول السائل هل يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه المعلم مؤدب يجوز أن يضرب تلميذه بقدر الحاجة فقط هذا ضرب تأديب يجوز للوالد ويجوز للمعلم ويجوز لولي الأمر أنه يضرب المسيء حتى يتأدب لكن الضرب الغير المبرح ضرب ليس بالشديد وإنما ضرب فيه تأديب للمخطي حتى يعرف العقوبة ويتجنب الخطأ فالمعلم له صلاحية أنه يضرب نعم